الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته الطحاوية والإيمان واحد هذا ضمن ما ذكره في مسائل الإيمان قال رحمه الله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء تكلمنا على قوله رحمه الله الإيمان واحد قلنا إن مقصوده بذلك أي أن الإيمان شيء واحد فهو حقيقة واحدة لا يتفاضل ولا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص فإن الإيمان شيء واحد في القلوب هكذا قرر رحمه الله وقلت في أثناء الكلام على هذا أنه هنا مبدأ الضلال في باب الإيمان وحقيقته فإن كل من ظل في الإيمان ومسائله كان ذلك ناشئا عن هذا الاعتقاد وهو أن الإيمان واحد والإيمان كما دلت النصوص خصال وشعب يزيد وينقص لكن فالنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن من اختل فيه شيء من خصاله وصفاته فدل ذلك على أنه يتجزى ويتبعض ويتفاضل ويزيد وينقص لكن المسنف رحمه الله مشى عن ما جرى عليه مرجئة الفقهاء من أن الإيمان شيء واحد لا يتفاضل ولا يزيد ولا ينقص ثم قال رحمه الله وأهلهم في أصله سواء تكلمنا عن هذا أيضا وهو فرع ما تقدم فإذا كان الاعتقاد أن الإيمان شيء واحد فإن الناس يستوون فيه لأنه إما أن يثبت جميعه وإما أن ينتفي جميعه ولا يتفاضل فيه الناس ولهذا ورد عن من قال إيماني مثل إيمان الملائكة أو إيماني مثل إيمان الرسل وبينا من كلام الأئمة بطلان ذلك ومن ذلك ما روه البخاري في صحيح من طريق ابن أبي مليكة أنه قال أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريلا وميكايل وقد يفهم من قوله وأهله في أصله سواء أن الإيمان أصل وفروع يفهم من هذا أن الإيمان له أصل وفروع والإستواء إنما هو في أصله فقط وأما الفروع فقد تتفاضل والفرع إيمان يكون إيمانا أو لا يكون إيمانا فإن كان الفرع إيمانا لم يكن الإيمان شيئا واحدا بل هو أصل وفرع يختلفان حقيقة وحكمة وهذا ينقض ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله والإيمان واحد وإذا كانت فروع الإيمان ليست إيمانا فكيف توصف بأنها فروعه وأنه أصل له فروع فهذا فيه نوع من التناقض والاضطراب وهكذا هي كل الأقوال المخالفة للكتاب والسنة لا تضطرد بل تضطرب وما ذكره المصنف رحمه الله في قوله وأهله في أصله سواء معنى أنه لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص من أن الإيمان يزيد وينقص كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت خلوبهم وإذا تريت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فقول زادتهم إيمانا دل على أنهم يزيدون في الإيمان وأنه يزيد وكذلك قال فزادهم إيمانا وقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقوله تعال فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما دلل النقصان فكل آيات زيادة الإيمان تدل على النقصان بالمفهوم كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله لما سئل عن الإيمان يزيد وينقص قال أليس تقرؤون قول الله تعالى فزادهم إيمانا في غير موضع قيل ينقص قال ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص وأما الأدلة من السنة على تفاوت الناس في الإيمان فأكثر من أن تحصر من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة علىها قول لا إله إلا الله أدناها رماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فالإيمان يتفاضل وكذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الشفاعة قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال وفي قلبه وزن ذر شعيرة من خير ويخرج من الإيمان من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ثم قال ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير وهذا تفاوت وتدرج ومما يدل على نقص الإيمان وأنه ليس واحدا بل هو متفاوت ما في الصحيحين من حديث يابي سعيد الخذي رضي الله عنه حيث قال في بيان نقصان دين المرأة قال وتمكث الليالي والأيام أو ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين والدين شامل للإيمان بالتأكيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان قال هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم فالأدل دال على خلاف ما ذكر المصنف رحمه الله ولهذا أهل السنة والجماعة على خلاف ما قرر رحمه الله وغفر له ثم قال والتفاضل بينهم أي بين أهل الإيمان بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى التفاضل أي التفاوت في المراتب والمنازل بين المؤمنين بعد استوائهم في أصله كما قرر إنما هو في أمور أربعة ذكرها قال بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى هذه الأمور الأربعة هي أصول الصلاح والاستقامة ولذلك ترجع إليها كل خصال الإيمان الظاهرة والباطنة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذه الأمور ليست من الإيمان لأنه قرر أن أهل الإيمان في أصله سواء وهذا لا يستقيم مع التفاضل في هذه الأمور الأربعة التي تقتضي التفاوت بين المؤمنين ويحتمل أن المؤلف فرق بين أصل الإيمان الذي هو التصديق بالجنان والقول باللسان وبين فروعه التي ذكر أن التفاضل بين أهل الإيمان يكون فيها وهي هذه الأمور الأربعة والذي يظهر أن هذا من التناقض أيضا الذي وقع فيه المسنف رحمه الله وذلك لمحاولته للجمع بين ما عليها للسنة والجماعة وبين ما عليه مرجئة الفقهاء والنصوص دال له على التفاضل في الخشية والتفاضل في التقوى والتفاضل في مخالفة الهوى والتفاضل في ملازمة الأولى الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء ويقول فلا تخشوهم واخشوني وليست الخشية في قلوب الناس واحد بل ميز الله بين العلماء وبين غيرهم في الخشية وكذلك التقوى قال الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم فجعل الناس متفاضلين ومنزلتهم عند رب العالمين بقدر ما معهم من التقوى وكذلك مخالفة الهوى بقدر مخالفة الهوى يستقيم حال الإنسان وبقدر منازمة الأولى تستقيم أعماله ومخالفة الهوى هي مخالفة ما تمين إليه النفس وتشتهيه من المحرمات وليس المقصود الهوى كل ما يحبه الإنسان ولو كان خيرا إنما ما يحبه الإنسان مما يرديه ويخالف به دين رب العالمين هذا المقصود بالهوى إذا أطلق في كلام الله كلام رسوله ولذلك قال جل في علا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وبقدر ما يكون مع الإنسان من اتباع الهوى بقدر ما يحصل له الضلال ورابع ما ذكر قوله رحمه الله ملازمة الأولى ملازمة الأولى أي المداومة على الأفضل والأحب إلى الله تعالى قولا وفعلا في أعمال الظاهر وفي أعمال الباطن وهذا يجمع كل ما تقدم مما يحصل به التفاضل وما ذكره المؤلف رحمه الله من تفاضل الناس في هذه الأمور حق لا ريب فيه فإن الله تعالى فاضل بين الناس في هذه الأمور كما دلت على ذلك النصوص وذكرته في شيئا من النصوص الدالة على ذلك فيما تقدم ثم قال رحمه الله بعد ذلك قال والمؤمنون أي أهل الإيمان على اختلاف مراتبهم ومنازلهم ودرجاتهم كلهم أولياء الرحمن سأل الله من فضله كلهم أولياء الرحمن كل من آمن بالله فله من الولاية نصيب كل من آمن بالله فله من الولاية نصيب يقول الله تعالى الله ولي الذين آمنوا فأثبت الله تعالى الولاية للمؤمنين الله ولي الذين آمنوا وهذا دليل لما ذكره المصنف رحمه الله في قوله والمؤمنون كلهم أولياء الله لكنهم متفاضلون ومتفاوتون في الولاية بقدر ما معهم من الإيمان وبقدر ما معهم من الصلاح فولاية الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ولايته لغيره من الرسل ومن النبيين ومن سأر الناس أجمعين وكذلك الناس متفاوتون بقدر ما معهم من الإيمان والصلاح قال الله تعالى فيما قصى عن نبيه إن ولي الله ثم قال الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فجعل ولايته جل في علاية للصلاح وأهله فكل من كان من الصالحين في ظاهره باطنه وسره وإعلانه كان له من الولاية بقدر ما معه من الصلاح وطريق تحصيل ذلك القيام بأمر الله عز وجل أداء الفرائض التي فرضها الله وأوجبها في حقه وفي حق الخلق والمبادرة إلى كل صالح بعد الفرائض من المستحبات والنوافل فبذلك يتحقق للإنسان خير الدنيا وخير الآخرة قال وأكرمهم أطوعهم وأتبعهم من القرآن بعد أن ذكر أن المؤمنين مشتركون في أصل الولاية على تفاوت بينهم كما دلت النصوص في هذه الولاية بيّن تفاوتهم في منازلهم وأكرمهم أي عند الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة أطوعهم أي أكثرهم طاعة فأشرف المؤمنين منزلة وأعظمهم مكان الأكثر منهم طاعة فمن كان أكثر طاعة كان أكرم عند الله تعالى ولذلك قال وأكرمهم أطوعهم ثم قال وأتبعهم من القرآن هذا من حطف العام على الخاص لأن اتباع القرآن يشمل الطاعة ويشمل قبول الخبر فالقرآن جاء بالأخبار أجاء بالأحكام والذي تقابل به الأحكام الطاعة والذي تقابل به الأخبار التصديق والإيمان والقبول فهذا من باب عطف العام على الخاص وقوله وأتباعهم من القرآن أي أشدهم اتباعاً له واقتفاءاً له وأختم به قبولاً لأخباره وانقياداً لأحكامه فإن ذلك معيار تحقيق التقوى قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم والتقوى تتحقق باتباع القرآن وطاعة الرحمن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من أكرم الناس كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة فقالوا يوسف بن عقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم قال ليس عن هذا أسألكم ثم قال صلى الله عليه وسلم أكرموا الناس عند الله أتقاهم كما دلت عليه الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي أعظمهم تقوى بفعل ما أمر الله تعالى واجتنا بما نهى عنه جل في علاه وزجر قال والإيمان بعد ذلك المصنف قال والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته إلى آخر ما ذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعثى عنهم بفضله يقول رحمه الله والإيمان بالله والإيمان هو الإيمان بالله هذا تعريف الإيمان ببيان أصوله وهذا هو التعريف القرآن النبوي للإيمان فأما القرآن فقد قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذكر بعد ذلك جملة من الأعمال فالإيمان بهذه الأصول دل عليه القرآن في مواضع عديدة وفي السنة ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم جبريل لما سأله عن الإيمان قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره والشره وهذا التعريف للإيمان هو أجود تعريف أضبطه لأنه الذي عرف به النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن به ما يجب على المؤمن لتحقيق الإيمان فلا يصلح إيمان أحد ولا يستقيم إلا بتحقيق هذه الأصول وهذا هو الإيمان المجمل الواجب على جميع المكلفين من الإنس والجن وقد عرف أهل علم الإيمان بتعريفات عديدة تقدم ذكر شيء منها عند بحث تعريف الإيمان في قول المصنف رحمه الله وإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان ومن أشهر ما قيل في تعريف الإيمان كلام الطبر رحمه الله حيث قال الإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل وعرفه آخر بأنه عمل في القلب جمعه الخضوع والانقياد للأمر الخضوع لله والانقياد للأمر وقيل غير ذلك وتقدم هذا البحث فيما سبق والإيمان يعرف بما عرفه به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإقرار المستلزم للإذعان والقبول هذا معنى الإيمان الذي دلت عليه النصوص وهو المستفاد من كلام الله عز وجل وكلام رسوله وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنه ثم قوله رحم الله الإيمان بالله هذا هو الأصل الأول من أصول الإيمان وهو أعظم أصول الإيمان وعليه تدور رحى الإيمان فالإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده والإيمان بإلهيته وربوبية وأسماءه وصفاته ويمكن الاقتصار فقط على ثلاثة منها فيقال الإيمان بالله يستلزم الإيمان بربوبيةه وأسماءه وصفاته وإلهيته لأن هذا يستلزم الإيمان بوجوده وإنما ذكر الوجود رداً على أهل الإلحاد الذين ينفون وجود الله تعالى والإلحاد قائم على الشك والتكذيب للحقائق والاكتفاء بالمحسوس الملموس وهو من أعظم الضلالات التي وقع فيها الناس ويروج له كثيراً من خلال كتابات وتشكيكات إلا أنه اعتقاد مبني على هيار على جرف انهار لا يقوم له أصل ومهما حاول الملحدون أن يقيموا على إلحادهم دلائل أو حجج فإنهم لا يجدون إلا شبهات وخيالات وتساؤلات وتشكيكات وتشبيهات فالفطر والنفوس مجبولة على عبادة الله تعالى وعلى طلب رب يعبد وإله يقصد لا تخلوا النفوس من هذا أو كن هؤلاء يصفون ذلك بأنه أساطير وأنه دجل وأنه خرافات كل هذا من الخيالات التي ألقاها الشيطان في قلوبه فلذلك احتاج بعض أهل العلم النص على الإيمان بوجود الله رداً على هؤلاء قوله رحمه الله وملائكته أي الإيمان بملائكته وهذا هو الأصل الثاني من وصول الإيمان وهو الإيمان بالملائكة وقد تقدم شيء من الحديث عن الإيمان بالملائكة وما يستلزم فلا حاجة إلى الإعادة ومثله قوله وكتبه هذا هو الأصل الثالث ورسله هذا هو الأصل الرابع واليوم الآخر هذا هو الأصل الخامس من وصول الإيمان وهو الإيمان بما أخبر الله تعالى به مما يكون بعد الموت في البرزخ ويوم يقوم الناس لرب العالمين وقد تقدم بيانه بعض من يتصل بهذا وسيأتي مزيد في كلام المصنف رحمه الله وقوله والقدر خيره وشره هذا هو الأصل السادس من وصل الإيمان وهو الإيمان بالقدر وتقدم شيء كثير مما يتعلق بالإيمان بالقدر تفصيلا وبيانا وإضاحا وقوله خيره وشره إشارة إلى أن القدر وهو ما قضاه الله تعالى من الأقضي والأقدار يتضمن كل ما يكون في الكون من خير وشر وحلو ومر وما يحب الإنسان وما يكره كل ذلك من الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر ثم قال رحمه الله ونحن مؤمنون بذلك كل يعني أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام يؤمنون بكل هذه الأصول إيمانا مجملا ويقرون بما بلغهم من تفصيل تلك الأصول فالإيمان الواجب على كل أحد هو الإيمان المجمل لأنه لا يمكن أن يحيط الإنسان علما بكل تفاصيل تلك الأصول وإنما كلفنا الإيمان بذلك في الجملة فمثلا نحن نؤمن بالأنبياء الذين نص الله على أسماءهم ومن لم ينص على أسماءهم ونؤمن بمن قص خبرهم ومن لم يقص خبرهم وكل ذلك شيء منه ما هو مفصل ومنه ما هو مجمل قال رحمه الله ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله أي نؤمن بجميع الرسل وما أخبر الله تعالى به عنهم وما أخبروا به عن الله عز وجل ونقرب بأن ما جاءوا به وهي هو الهدى المبين والصراط المستقيم الذي من سلكه نجى ومن أعرض عنه ظل وغوى ليس من التفريق معرفة منازلهم وما بوأهم الله تعالى من الفضائل فالله تعالى فاضل بين الأنبياء فلم يجعلهم على درجة واحدة قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فليس من التفريق إثبات ما خص الله تعالى به بعضهم من الفضائل فإن هذا من الإيمان بهم وقولوا رحمه ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به أي نقر جميع الرسل في كل ما أخبروا به أنه من الله تعالى وهذا بيان وتوضيح للجملة التي قبله في معنى أننا لا نفرق بينهم فنحن لا نفرق بينهم في التصديق والإيمان والقبول لما جاءوا به وأما منازلهم ومراتبهم فهم ليسوا على درجة واحدة بل كما قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض نقف على هذا ويكون مبدأ في الدرس القادم قولوا أهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون والله أعلى ترجمة نانسي قنقر